اشتركوا في القناة في الشارع المصر مبارح ولكن قبل ما نستعرضها ونعرف بالضبط إيه اللي حصلت سمحولي أصبح على زميلي فادي صباح الخرية فادي صباح الخير على كل مشاهدين شبكة انتين في كل حتة في الدنيا زي ما ريم قالت مبارح الأحداث كانت صعبة جدا مبارح بالليل وفيه عدد من المصابين لسه مش عارفين العدد الغاد دلوقتي كام وأعتقد كل الناس كانت بتتابع على الهوى لكن كان من المؤسف أنه بعد خمس سنين من إنشاء ستة إبريل اليوم ده يشهد اشتباكات عنيفة جدا شفناها على الهوى وناس بتشد حواجز وتجيب حواجز وأعتقد أنه يعني العنف المتبادل صعبة حتى بيان الداخلية مبارح قال أنه احنا تعاملنا مع الموقف لكن ما قالوش تعامله إزاي برغم أنه كل الشهود من اللي كانوا بيتكلموا في القنوات بيقولوا أنه كان فيه ضرب قناة بالغاز شديد جدا وكان فيه خرطوش وطبعا دايما الداخلية بتطلع تقول ما فيش خرطوش فدايما الموقف بقى متكرر عايزين نعرف إيه الأسباب ونتمنى أنه التعامل يختلف لأنه الضرب الغاز بالكميات دي كان فضيع جدا مبارح والناس في كل المنطقة تعبت جدا الناس في بيوتها يعني لمعاش زن اتبهدلت جدا في الموضوع وكميات الغاز كانت كتير فنتمنى يعني أنه العملية تبقى بالراحة شوية لأنه ما فيش أي منطق المستشفى الميداني في نقابة المحامين يجي في قناة بالغاز أو يبقى فيه كلام عن اقتحامه وكلام كتير وجدل في الإعلام عندها طيب إحنا نعمل عرض سريع لأهم الفقرات اللي إحنا نتكلم فيها النهاردة طبعا بنتبدي معي لكم بفقرة الصحافة اللي من خلالها نستعرض أهم المنشطات اللي تم نشاهها في الصحف المصرية والصحف القومية والنهاردة يسعدني أن يكون معي الكاتبة الصحفي أستاذ يحياء وجدي ومع أنه تصريحات كل الخبراء السياحيين بتقول أنه السياحة لم تعود لعهدها إلا بتوفر الأمن الأول وحاجات كثير جدا مش هتتضبط غير لأما الأمن يرجع بشكل كامل إلا أنه تصريحات الحكومة بتقول غير كده وصرح دكتور أستاذ شامس عزوع وزير السياحة أنه في تزايد في الحركة السياحية وأنه في تجهيزات لاستقبال الموسم السياحي القادم هيكون معنا أستاذ محمد غريب رئيس التحدي المرشدين السياحيين العرب عشان نعرف منه رأيه في الكلام إحنا مبارح كنا بنتكلم عن العلاقات المصرية الإيرانية مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أسمت علشان نعرف بالضبط إيه طبيعة العلاقات المصرية الإيرانية هل هي علاقات اقتصادية هل هي علاقات سياسية هل هي علاقات تجارية والنهاردة استكمالا لنفس الموضوع إحنا معينا دلوقتي فقرة مع دكتور محمد فياط وهو خبير الشؤون الشيعية والحركات الإسلامية هنتكلم أكتر عن تاريخ الشيعة في مصر يا ترى أعداد الشيعة قد إيه يا ترى هل فعلا فيه مد شيعي ولا لأ ده اللي هنعرفه من خلال الفقرة وأعتقد كان مهم الحادث اللي حصل قدام الخائم بالأعمال الإيراني ده كان مشكلة نتمنى أن الحياة ما تتخذش أمف لكن زي ما قلنا الأمن من أهم الحاجات في بلدنا ومن غيره حاجات كتير ما بتتصلحش فطبعا إحنا في أول كل أسبوع بنتكلم عن الحالة الاقتصادية للبلد عندنا فقرة اقتصادية مع أستاذ أحمد زغلول رئيس الخصم الاقتصادي بروزر يوسف هنتكلم معي عن الوضع الاقتصادي خصوصا أنه الدولار أعتقد كلنا ملاحظين واسمعنا في كل القدمات أنه الدولار ارتفع ما احناش عارفين أنه كان بالزبط بيقوله طلعه وبعد كده نزل بس أنه نسمع رقم 9 جنيه أعتقد ده شيء صادم لنا وأعتقد ده يؤثر على كل شيء في بلدنا خصوصا الأكل أنا سمعت نصوي صدى 9 جنيه أنا سمعت 8-87 ما بقتش تفرق كتير يعني لكن هي القفزات الخرافية دي بتأثر علينا لأنه نحن نستور جزء كبير جدا من أكلنا بالدولار ومدخراتنا بالجنيه فبالتالي إيمتها بتقل بالدولار يعني لو هتيجي على حد هتيجي على كل أيضا عندنا فقرة مهمة جدا مع أستاذة أسماء الحسيني وهي مساعد رئيس تحرير بجريدة الأرام وتخصصها في الشؤون الأفريقية هنتكلم فيها على زيارة سيادة الرئيس محمد مرسي إلى السودان وأيضا نتكلم على تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية وعلاقاتها بكل دول حوض النيل علشان يبقى عندنا معلومات أكتر نقدر فيها نتكلم على موضوع حلايب وشلاتين موضوع حلايب وشلاتين ده مهم جدا لأنه لا يوجد جوز التفريط في أي شر من أرض مصر هنعرف تفاصيل أكتر عن تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية وده كان عنه بسريع ليه كل فقراتنا النهاردة نتمنى أنتوا تستمتعوا معينة ونطلع للفاصل السريع ونرجع نبتدي أولى فقراتنا